صباح الخير صباح الانوار صباح النجاح والحب والاتمعنين والسكينة. شو حولك? توجوغ توجوغ بيان ديماليباس حمدو الله يا ربي. مهم. عليك ديماليباس خطر وقرار. باي تخي بيان. بايه القرار داي خلينا نحكيوه على المشاعر متعنا. آآ وعلاقتها آآ بالواقع اللي نعشوه. دونك دايه الموضوع عمتاع اليوم. كان فسرو ما علاقة المشاعر بالواقع اللي نعشوه. بذبت كنقولو سافا ما المكرهن خوك ليس بطل عرفت. بعد بعد عشرة الاف كف كيصير لك في حياتك كي تاخذ الكف عشرة الاف واحد وتعرف كل مرة فما ورا الابتلئ هذية فما خير وفما نعمة. تولي كي تصير لك حاجة في حياتك. تولي تغزر لها ديفيرة ما ما تقولش بها الحكاية ذي صارت. تولي تقول بايه علش الحكاية هذي صارت وش نوع بش نتعلم انا من هذ الكل. آآ علش بش نحكيو عالمشاعر اليوم على خطر في في التواصل متع الاسبوع الفارت والاسبوع اللي قبل وكلنا كيفاش آآ افكارنا تخلق الواقع متاعنا وكيفاش نحاول ومنميو افكار ايجابية في مخاخنا ونخليو افكار ايجابية في مخاخنا آآ واليوم بش نوصل للعلاقة متاع الافكار هذية بالمشاعر متاعنا. ولزم هذية كل يكون آآ مفهوم على على السبيل التجريبي يعني آآ والنبو اكسبريمونتال ومش النبو كي ما كنت نحكي مقبليك في الاف مع عزيز. مهيش محفوظات. مهوش سرد وقع مش نجيك لهنا بش نسرد لك انا حاجات قريتهم في كتوب والحكاية ولي عليهم. انا اليوم مجي نحكي لك هنا كي ما قول عزيز جفاء نبارتاجي التجربة متاعي اللي هي قصتي الشخصية وشنو وعطاته ولكن المستمعين يقيسوا على حياتهم ويشوفوا في الأطوار والحاجات اللي موجودين في حياتهم ياخذوا الحاجة اللي تنفحهم والحاجات اللي ما تنفحهمش لا سبيل للجدل ولا الجدال في ذلك بي. علش اهمية الافكار هذية وشنية علاقتها بالمشاعر متاعنا. اول حاجة لخطر المشاعر بيش تكون بيش تكون الفكرة واضحة. اهم حاجة الانسان عنده هو المزاج متاعه الآني في الوقت الحالي. مهما كانت الظروف مهما كانت تصوره للمستقبل. مهما كان خوفه من المستقبل ومن الماضي والحاجات اللي صارو راهو اهم حاجة للانسان هو المزاج متاعه. المزاج متاعك انتي وسامة علش نوى مبني. مبني عالمشاعر والاحاسيس متاعك. معناها انتي تحس في روحك متقلق. هذية يعني ليك في حياتك برشة حاجات بيش تبدلهم برشة حاجات بيش يصيروا برشة حاجات بيش تتقلق منهم. مهما كاليش التونس يبدلوا ساعة بساعة ديما. والله هي. مشكلتنا بدلوا ساعة بساعة وننساوي الساعة وكل ساعة وننساوي شنوى حكمة. دونك قاعدين ندوروا. ولكن ولكن اي في الامثلة الشعبية مهمة جدا على خطر الامثلة الشعبية مهي الا احباق متاع التجربة. هنقوله متاع الناس اللي سبقتنا. ولكن لازمنا نعرف ونو نحطوا هالافكار هذية في الاطارة متاحها. باش ما تكونش كي ما قلت محفوظات نجي يصير القاء متاع معلومات. ومبعد في الاخر تقول لي اي اي انا نرجع نختم من هارتين. عندي الرفض انتاع ولادي عندي فاتورتي وعندي مرتي وعندي مشاكني وعندي الهموم متاعي. بهذا الكل معنا نحكيه عليه على المشاعر. خلان سلك لهنا اه خليل اه خلان نكونوا عمليين. اه الانسان وقت يبدأ اه عنده مشاعر متاع نجم تكون اه اكتئاب نجم تكون اه معنا اي حاجة اه نجم تعكر المزاج متاعو. لكن اه مع هذا الكل فما انها كاس على الواقع انه لازموا يمشي يخدم. ولازموا يكون فرحان. ولازموا يقوم بالواجبات متاعو. ويعطي زاد الحقوق للناس. بالرغم المشاعر متاعو. اه الكلها اه ماهيش في حالة انه تخليه يعمل هيدا الكل. لكن الواقع يفرض عليه انه اه يتخطى المشاعر هذي. ويقوم بالعمل هذي الكل. جميل جدا. وهذا لازمنا ديما نسعه باش نذكروا راهو. مهم جدا الوعي بالذات وفهم الذات على خطر كي تفهم انتي الذات متاعك. تفهم باركزامبل اللي انتي مكش ما توقفش اليدانتيفيكاشون متاعك في شخصك في المشاعر متاعك. معنا كي انتي تعدى بسترس ولا بتوتر ولا بقلق. ما تقولش انا انسان قلق. تقول انا انسان عادي يتعدى بفترة قلق. الفترة قلق هذي طالت او قسرت راهي بش تتعدى. نضج. هذي الكل راهو تصنيف وتوصيف ما بعدي للشي. معنى هذي الكل وسيدومنتاليزم نقوله. هذي الكل تعملو وكأنو اناليز تحكي على حاجة مكش تعيش فيها. ولكن نحكي في التطور ذاتو في الوقت ذاتي. انتي كي تسير لك حاجة. ما توظفش نفسك وكأنك الحاجة هذيك. جون سيباين بيخسون تخسي. انا انسان عندي يسترس راهو بش يتعدى. مهيش فتاليتي. معنى انا منيش انسان متوتر. خاطر كي تقول انا انسان متوتر. من الصباح للعشية وانتي تقول فيها. شنو بش يصير كي بش دي العبيد تتعامل معاك. ولا انتي بش تتعامل مع 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 الحياة. بش توتر. بش توتر هذيك الكل. وفي الاتجاه متاع التوتر. ولكن كي تبدأ انتي فهم. وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان واضح في الموضوع. يقول لك له حزنة بعد الثلاث. يعني راهو هل حكمة اللي ناخدوها احنا من القصص متاعنا. ومن العقيدة متاعنا. ومن الدين متاعنا. راهي مهيش من لا شي. راهو عمدها حاجة مهمة جدا لازمنا نفهمها. اش معانيها لحزنة بعد الثلاث. يعني بدنك بدنك فيزيولوجيكمان. بدنك بش يعمل لك دي سيكريسيون ضغمان. ماشين في الاتجاه متاع الحزن. بانوطي ثياء. فوق ثنين وسبعين ساعة سيتان شواء. كان انتي قررت تكون حزين اكثر من ثلاثة سويع. مهوش بدنك. راك مخك. عقلك هو اللي يقرر. راهو تشبث متاعك في نطاق اللاوعي اللي انتي لازم تكون حزين. نظرا للشيء اللي صار لك هو اللي يخليك حزين. مهوش مهوش فيزيولوجيكم. اي ما احساسي نجم يكون قوية على برشعبية معت. لا هذا لا يمنع ذلك. معناها كي نقول لك. اه. لهنا الشخصية والطبيعة متاع الانسان هي اللي تحكم. بطبيعة للا دقيقة. مش بدنك فامن في حاجة مش خليبو زين قالها لاحوزنا بعد الثلاثة. رسول صلى الله عليه وسلم معناها ان يظهر لي اكثر انسان عنده الحكمة متاع العالم هذي الكل. لازمنا نبنيه عليه. ولكن مهوش كل شيء سهل. احنا اللي ينقضوا فيه لهنا. احنا اللي احنا نحكيه فيه هنا. راهو مهوش كل شيء بالسهولة متاع القاء المعلومة. معناها قيمة قلت لك هذا يقعد النظري. هذا يقعد كلام الجميل. ونت تتكسر حاجة اخرى. بعد كي انا نخرج من هنا تضربني كربة تتكسر ساقي يتبدل الكلام ويتتبدل المفاهيم. بان شاء الله ربي يلطف بنا الكل. ولكن نحكيه لك على الواقع اللي يصير. خاترنا دي ما نعملو المنتاليزم. نعملو لابخوجيكسون دو سوفرانس. نحاولو نفهمو شنو اللي بشي سير كان تصير الحاجة هذي. وهذي المنتال. النيو كورتكس متاعنا الحاجة البرتي اللي عنا في المخ متاعنا. شنوو علاقت هذي يتو بالمشاعر. بما احنا عنا عقيدة ومعتقد ومغروسة في اللواعي متاعنا. يعني اللي زرمان متاعنا خاترشون ما الاحاسيس والمشاعر. مالغزمان. واختام الرومانسية الكل. سيدي سيكريشون درمان. استرس. كورتزول. سيكريشون متاع كورتزول. من اللي زرمان يعمل. تصنيفات. تصنيفات عادية جدا ولزينا. ذاك عليش الواعي بالذاتي خلينا نفهمو. اللي انفسنا راهي الكل هاكيف كيف. اي انسان عنده علاقته بالبيئة البيولوجية اللي دايرة بيه هي بيدة. دونك يفيش اللي بدن متاعه ويتحرك معنا عادي جدا يكون عندك شوية حزن. مسالش احزن. مسالش تحب تبكي ابكي. راهو حاجة عادية جدا معنا يفو اتخ طوليغان اي اندولجان مع انفسنا. مسالش مش مشكلة تعدي نهار معنا تقوم بصباح تلقار و تحسر روحك تاعب مكتئب. عندك الحق. ما هوش معناها ما هيش نهاية الحياة. راهو حاجة عادية جدا تسير لكو بشي جيك ايامات. ما تحبش تقوم الضغط والمشاكل متاع الخدمة. عادي جدا مك الا انسان راهو. مك الا انسان والانسان الغالب في العالم هذي عنده للكين وعنده لليميت وينفو الانسان يفهم نفسه. يفهم شنية لليميت انتاعه. يعرف روحه كيفاش يتعامل مع هالمشاعر الايجابية والمشاعر السلبية والحاجة حلقة وسي صغير. يريد. باه كيفاش تفسر انه فما ناس في حالة الاكتئاب او الحزن او التوتر يخرجوا الابداع اللي فيهم. ينجم يكون مثلا انسان في حالة اكتئاب يكتب كتاب. مم. في حالة حزن يعمل تابلو. في حالة اه توتر ينجم يخدم خدمته على قاعدة صحيحة. سؤال سؤال جميل جدا ورومانسي جدا. هو في التياتر في المسرح يعيطولها لك تخسيز. هذي يخراج المشاعر عبر صور مسرحية ولا صور غنائية ولا صور موسيقي. وراهو يمشي معك حتى لبعد سيوسام راهو يريد مزار كي يعمل رايس سامفوني هذي كتدل على مشاعر احساس. ودير في الفن يقول لك مل عنده احساس. مش هو يحس. فما حاجة. ذكرتني في اه اللي تابلو متاع فان جوك. بضبط هو سني كلا كتخسيز متاع الاحساس متاع الفنان. فكل لحظة الانية هذيك. ذاك عليش نقول لك رهو المزاج اهم حاجة عنا. ما عنا حد شي اخر. الانسان ما عنده حد شي اخر. النجم يخمم هو رو يحب يبني البلسات ويعمل الفلوس ويمشي في وياجات. ولكن هذيك الكل. اي حاجة تحب تحققها في ح حاجة انتي تسعالها في حياتك. تظن اللي هي تجيب لك في السعادة. رهوك السعادة تحب تحققها. للاحساس بك التمأنينة والسكينة. والمزاج متاعك يكون ايجابي. باش ما تكونش انتي في حال التوتر. وتتعامل مع الحياة خاطر. كسيروك مشاكل. باش نبدو متفهمين. مشاكل باش يسيرو لك. مهما كنت. ومهما كان الهدف متاعك. ومهما كانت الحياة متاعك. هذه هي الحياة. الكلنا عنا ابتلاءات. سنو انتي ما تعرفش الباهي. كان ما تعرفش الخايب. يعني كان ما تعيش حاجة خايبة. رهوك ربي يعطيك متحمدوش. رك انتي تشوف حاجة عادية جدا. نعطيك هاو اكزامبل صغير في تونس. الناس الكل متضمرة من تونس. وتونس مش باه. في تونس تقوم مصباه. عندك شفاج. عندك الكليماتيزور في السيف. عندك فريق ومعبي. عندك سقف فقراسك. عندك بطنية. عندك صحتك لباس عليك. يعني هذي الكل اللي احنا ماخذينه انا كي. في افريقيا يا حبيبي. رهو يتسمى لوك السنك سنك توال. في فلسطين اليوم حالتنا احنا في تونس كيفاش عايشين. نتسمى وفي جنة كبيرة جدا. يعني رهو كل شي غلاتيف والانسان ما يغزر كان فوقه وما يغزرش تحته وهذي. على غالب الانسان إلي بروغرامي دوس. دوسيت فاسان. ولمانيغ اللي انتي تفهم وتوع بدنك ومشاعرك واحسيسك وافكارك. هو الحل الوحيد اللي نجم يخليك انتي متمكن من حياتك متفوق. وفي حالة ومزاج جميل جدا. توا بروغرامية عمنا الاخبار. نقولو لك. الاخبار الجميلة. شكرا خاليد بو زيان. شكرا. بركة لو فيك نتق من شاء الله. آآ السبت جايسي. نخليكم موعد مع اخبار اللي ثمانية ونصف. بعدها تلقاوا. آآ بتبعى عنيس بالريانة ورجينا.